شركة الكورة في النادي الأهلي تم الإعلان عن رئيس الشركة الجديد خلفاً للمهندس عدلي القيعي ونائب رئيس الشركة وأعضاء الشركة ولسه لم يعلن عن مدير التنفيذي ولكن يقال أن مازال أمير توفيق موجود كمدير تنفيذي في شركة الكورة الرجل الأعمال الأستاذ أيمن فتحي رئيساً لشركة الكورة بالنادي الأهلي اسم غير معروف للرياضيين يعني ولكن يقال أنه رجل أعمال كبير ورجل اقتصاد كبير وتسويق قيمة الأستاذ أحمد شمس نائباً له ده الأستاذ أيمن فتحي هذا هو رئيس شركة الكورة الجديد للنادي الأهلي أحمد شمس نائباً لرئيس شركة الكورة أو نائباً لأستاذ أيمن فتحي رجل الأعمال ووائل زيادة عضواً وأحمد حسام عوض عضواً في شركة الكورة أحمد حسام عوض ده مين؟ أحمد حسام عوض ده اللي كان موجود في اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكورة المصري مع الكابتن أحمد مجاهد وأحمد حسام عوض يقال إنه هو يتمنى إنه هو يكون يجرب حظه ويتواجد في اتحاد الكورة المصري في الفترة القادمة ويقال إنه ممكن مهندس ثانية بوليدة يعني يستعين به في منصب نائب رئيس اتحاد الكورة المصري طالما أعلنوا إنه موجود في الشركة والانتخابات بعد شهر أعتقد إن كده هيبقى في الشركة لأنه مش معقولة يعلنوا النهاردة ويستقيل بكرة والانتخابات زي ما قلنا بقى الدكتور هاب الكومي هتكون يوم 10-11 يعني بعد أقل من شهر موسيقى